عليكم السلام أحباتكم أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفاية تاريخ الدرامية وهذه الحلقة الأخيرة عن عمر بن العاص وعنوانها المصريون فتحوا مصر لعمر بن العاص فسبع نساءهم وسرق أموالهم وفرض عليهم الجزية يبقى العنوان ثاني المصريون فتحوا مصر لعمر بن العاص فسبع نساءهم وسلب أموالهم وفرض عليهم الجزية طبعا نحن لن نتعرض المعروف بقى يعني معاوية اسمه عمر بن العاص فتح مصر ازاي؟ أي واحد يقرأ الكلام نحن مهمتنا أن نكون ما بين السطور ويعني أن نثير الفكر فأولا هو عمر بن العاص فتح مصر أو قام بالحربي في الأشهر الحرم وده طبعا ده هي الدين اللي عمله أبو بكر الزنديق أبو بكر الزنديق أول ما ابتدى يبعد الجيوش بعدها في شهر محر واستمرت الحروب في الأشهر الحرم الأربعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني إن عادة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ومخلق سماة أرض منها أربعة الحرم فلا تظيموا فيهن فيهن أنفسكم لكن طبعا أبو بكر الزنديق الكافر بعت الجيوش بتاعته في شهر محرم واستمرت الفتحات واستمرت المعارك الأهلية أو الحروب الأهلية الفتنة الكبرى والفتنة التانية لم تتوقف أي حرب مراعاة للأشهر الحرم أنتل ناو لغد الوقت المهم مصر تفتحت بقى في الهيصادية وقتها الطبر يقول لك فتتح نصر في ربيع الأول سنة 16 الربيع الأول اللي هو الشهر الرابع من الأشهر الأربعة الحرم لأن الأشهر الأربعة الحرم مياك الآتي لما طبعا غيروه وزر الحجة محرم صفر وبن الرابع ربيع الأول فالطبر يقول لك فتتح نصر في ربيع الأول سنة 16 طبعا لكن هو الوضع أن الفتح كان على مراحل مش مرة واحدة يعني ده عندما هزم عمر بن العاص المقوقس وموقعة عن شمس وهناك من أخرى يقول له قلازيد بن حبيب اللي هو من المؤرخين لمصر بعد الفتح يقول لك فتحت مصر يوم الجمعة مستهل المحرم سنة 20 ده اللي هو آخر حاجة يعني اللي هو بعد هزيمة المقوقس وهزيمة الروم تماما فكان ده آخر حاجة بقى في مستهل المحرم اللي هو الشهر الحرام خلي بقى لسعادك يا أستاذنا سنة 20 المهم بقى أن ده كله بالنسبة ديت يعني أول هند أو أول إشارة على أن فتح مصر أو غزو مصر أو احتلال مصر كان في الأشهر الحرم بتناقض كبير مع شرع الله جل وعلا مش بس كده بقى أول حاجة حنناقش القضية الثانية القضية الثانية هل الجيش اللي مع عمر بن العاص كان يستطيع به أن يفتح مصر وأن يهزم الجيش الرومية في مصر بقيادة قيرس أو المقوقس؟ لا طبعا لأنه هو الجيش اللي نزل به عمر بن النابغة من جنوب الشام يعني من فلسطين والأردن دلوقتي ودخل به سيناء ثم دخل به مصر كان عدة ألاف أربعة ألاف معرفش كان ومبعت له شوية فيما بعد هل يستطيعوا جيش من عدة آلاف أن يهزم الروم في مصر وأن يستولي على مصر؟ خلي بالكم يعني حاجة مهمة جدا أن تعداد السكان في مصر في الوقت ده كان في عدود 16 مليون لأنه لما فروزت الجزية على الرؤوس اتنين اتنين بقت 12 مليون والجزية بتؤخذ من لا تؤخذ من الفقراء ولا تؤخذ من رجال الدين ولا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال بتؤخذ من الناس اللي بيشتغلوا فبالتالي بقى مصر عدده في الوقت ده في عدود 16 مليون خلي بالكم أنه في سنة 67 لما انهزمت مصر الهزيمة الفضيعة دي في عهد الخايب جمال عبد النصر كانت طريقه مفتوحا إلى القاهرة ومشا دين اقول لك لا انا هروح فين ده انا اغرأ بالجيش بتاعي في التكاثر في السكان يعني لا انا عايز اقوله ايه انه يستحيل على جيش حتى لو هو ايه انه هو يحكم سيطرته على مصر ويغلب الا اذا كان عدده كبير جدا لا نتصور انه يكون جيش من 3000 ويدخل مصر وينتصر فيها الا اذا ساعده المصريون في هذا هنلفت نظرنا حاجة تانية مهمة جدا انه الجيوش التي ذهبت وفتحت في الشام وفي العراق وبعد كده دخلت في يعني الفورس امبراطورته الفورس كان سهل كانت اقوى جيوش اقوى من الجيش بتاع عامر ابن الزفت وليه بقى كانت اقوى وفي نفس الوقت كان من السهل عليهم يروح هناك ليه لان طريق القوافل من بكة الى الشام والعلاقات كذا كذا الطرق معروفة بحاجة حاجة تانية ان القبائل العربية كانت تسيطروا على طرق القوافل ثلاث حاجة ان كان في امارات عربية موجودة في جنوب العراق اللي هي المنازرة وامارة الغساسين موجودة في جنوب الشام يعني الجماع العرب رجلهم عرفة سكة كويس اوي اوي ومع ذلك بعثوا زيوشا كثيرة العدد بقيادة خالد ابن وليد وبعدين بعد كده ساعد ابن ابو اقاص وعبادة ابن الجراح الى اخير يعني في الاماكن التي يعرفونها بعثوا جيوشا كبيرة وطبعا نجحت هذه الجيوش لكن مصر مشلوم علمي به لان فيه بين مصر والجزيرة العربية بحر الفضيع اللي هو البحر الاحمر وما فيش فيه بقى طريق تجاري يخلي الجماعة العرب يروحوا للجتاء والصيف الى مصر وبعدين معرفته ابن مصر معرفة قليلة جدا والانتصال كان عن طريق يعني انتصال ضعيف جدا اللي هو البحر الاحمر فيه المنطقة اللي هي يعني مقابلة الى جدة دلوقتي لكن ده مش طريق معروف ولم يذهب الجيش من مكة يسلكوا طريق البحر الاحمر في الحتة اللي هي المبين ما يعرف الان بجدة الى المنطقة المقابلة لها من الناس اسمها دلوقتي اهم شيء ان عمر ذهب بجيش قليل جدا وكان الفتح سهلا عليه خلي بالكم ايه اللي يعرفه الاماكن ايه اللي يعرفه الطرق ايه اللي يعرفه دخول المدن ده لابد ان له ناس متفق معهم الاول علشان خطر يساعدوه في هذا لما نعرف با انه كان هناك عداء شديد بين المصريين وبين الدولة الرومية بسبب الطهات الديني في اقتلاف حول طبيعة المسيح بين الكنيسة المصرية او المصريين المسيعيين اللي هو ما سموهم اقباط وبين المذهب الملكاني اللي هو بتاع القسطنطيني وان الزعيم الديني كان هربان وكان فيه بقى يبدو ان كان فيه اتفاق مع عمر وهو موجود في الاردن تعالى يا سعمر وحنفتح لك مصر بس انت طلع لنا الاخ بن يمين اللي هو هربان يعني وفعلا يعني الكلام اللي انا اقوله يعني هذا الذي اقوله هو هو موجود الاشارات عنه فيما كتبه المقريز وغيره وغيره في فتح مصر لكن احنا بنفهم انه يستحيل ان يقوم جيش مكون من بضعة الاف ان يقوم بغزو مصر والسكة تكون مفتحه قدامه الا اذا كان اهل مصر هم الذين فتحوا مصر لهذا الغازي اه 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 ندخل في يعني فيما قاله المقريزي ان جيش عامر لما راحل حتة الفلانية لماسك البوابة بتاعة الحص يفتحها له وذكر ان هذا حدث في كم مكان يذهب له الجيش وسواء كان يعني في المناطق العسكرية الموجودة في سيناء او في بلبيس او في حصن بابليون يجد من يساعده ويفتح له الابواب. وده اللي ذكروا المقريزي ويعني حاجة غريبة جدا لكن انا هنخش سريعا بعد لما الاستاذ عمر بن العص دخل مصر عامل ايه؟ يعني بعد لما خلاص هزم الجماعة الروم واحتل لمصر واصبحت مصر طبعا المصريين اصبحوا تحت ايده المقريزي يعني نفهم منه انه انساحة يعني انتشر الجيش المصري الغازي في الريف المصري المسالم ينهب القرى ويسب النساء ويغتصبهن في كل قرية ويبعثون باربعة اخماس الغنائم من السلب والنهب والنساء الى عمر بن الخطاب في المدينة ومنها يتوزع هذا السلب والنهب في الجزيرة العربية على الاعراب هناك وتكاثر هذا السبيو من الفتيات المصريات حتى ملأ مكة والمدينة واليمن يقول الطبري راويا عن جندي كان ممن حضر فتح مصر يقول حدثنا فلان عن فلان عن رجل من اهل مصر عن زيادة دلوز انه حدثه انه كان في جند عمر بن العاص اذا افتتح مصر والاسكندرية قال ان دلال ده كان في جند مصر يعني في جند عمر بن زفتلة قوله افتتحنا الاسكندرية في خلفة عمر القطاب سنة 21 او سنة 22 فقوله لما افتتحنا باب اليون تدنينا قرى الريف فيما بينها وبين الاسكندرية قرية فقرية يعني امتدوا دي خسوا كل قرية من اسكندرية لغاية مثلا المكان اللي هو فيه بعد يعني اصبح الفصلات يعني حتى انتهينا الى بالهيب قرية من قرى الريف يقال لها قرية الريش وقد بلغت سبايان المدينة ومكة واليمن وبيذكر المقريزي ان المقوقس اللي هو قيرس اللي هو الوالي الرومي حاول ان يسترجع النساء والفتيات المصريات التي يعني بوعث بهن الى عمر بن الخطاب فرفض عمر بن الخطاب وخلاص البندول اصبحوا سبايا واصبحوا اماء وجواري ده هي المكافأة اللي اعطاها عمر بن العاص للمصريين الذين فتحوا له بلادهم انه سبا اموالهم وانه سبا نساءه سلب اموالهم وسبا نساءه اكتر من كده بقى انه فرض الجزية على المصريين بعد الفتح الآية 29 من سلطة ويقول سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يمون بالله ولا بالهم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوهت الكتابة حتى يعطوا جزات عن ندن وهم صاغرون قاتلوا احنا قلنا كلم ده كتير ان الامر بالقتال ده امر لابد ان يخضع لقاعدة تشريعية اللي هو ان يكون القتال دفاعي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا الروم اللي في مصر اعتدوا على الاخ عمر ولا المصريين اللي في مصر اعتدوا على الاخ عمر بن الخطاب فبالتالي إن القاتلوا هنا هنا قتال دفاعي لا ينطبق على الفتحات على الاطلاق وخاصة أن الآية ذاتة بتلقاتلوا الذين لا قدوا بالله ولا بالهم الاخر ولا حربون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دون حق يعني وصف للمعتدين ولا ينطبق هذا الوصف على الجماعة الرومانية الموجودين في مصر ولا على المصريين الغلابة اللي الموجودين في مصر بالتالي ربنا اقول حتى يعطوا جزاته عن يد انهم صغيرون يعني مش قلبة انت تحتل بلاده ده هو اللي بيحدث ان جيش اعتدى عليك فانت يعني حاربته حربا رفاعي وهزمته اذا بالتالي من حقك ان تفرض عليه جزاء او جزية يعني مقابل ما فعله فالجزية من الجزاء وذلك موجود لغاية دلوقتي يعني الحلفاء شوفوا فرضوا على المنة في الحرب العالمية الاولى ايه والتانية ايه بيحدث دايما وفرضوا على صدام ايه اللي بيحدث دايما ان الذي يعتدي حين يهزم لابد ان يدفع جزية او يدفع غرامة الى اخر فده معنى ربنا ما قالش احتلوا بلادهم حتى الذي يعتدي ويهزم ربنا مش قالك احتدي يعني احتل بلاده لكن دفعوا جزية مقابل ما قام به من جرم الاعتداء والهجوب لكن اللي حدث ايه بقى المقرزي يشير بين السطور الى مساعدة الاباد ده احنا ندي برضو اشارة تانية للعرب المصيرين ضد الروم منذ ان دخل عمر بجيش الى سينما وتوجد الروم ارسل اسقف الاقباط في مصر في الاسكندرية امر ان الاقباط بان يعاونوا العربة ويتنبأوا بزوال دولة الروم يعني اذا في اتفاق بين الرئاسة الدينية في مصر وبين عمر بالمساعدة وبعد ثم قال لهم خلي بالكم ابعتوا عاونوا العرب لان الروم دول خلاص واستجاب الاقباط لتلك الاوامر وحين نزل عمر على اسوار مدينة الفرما كان الاقباط اعانا له يمدونه بالمعلومات والمؤن وهم الذين الاقباط هم الذين سعاد عمر فتح اسكندرية بعد حصارها الشديد وظلوا شهران يمدون العرب بالاطعمة والمؤن واجمعون روم الاخبار والاقباط هم الذين استمالوا القائمة على حراسة ابواب الاسكندرية وكان غبطيا ففتح ابوابها العرب فاقتحاموها وبالتالي بقى مفروض ان هو عمر داي لو كان ابن ناسي يعني وانسان كويس لكن ده حنعم عليه ده ابن عاهرة لابد ان هو يكون يعني يحفظ الجميل لكن لازي حالس غير كده خالص ان هو سبى النساء المصريات وسلبى القرى المصرية وبعدين الزمى المصريين بدافع الجاسية الاخباط كانوا او المصريين كانت دفعوني الجزية للروم فعلى طول عمر قال لي خلاص انا جيت بعد الروم يبقى حدفة يعني لازم تدفعوني الجزية الاخباط المصريين الاخباط يعني المصريين الذين دفعوا الجزية كانوا ستة مليون في الوقت الان طبعا الجزية كانت من اثنين دينار الى ثلاثة دينار على الفرد القادر ومش على النساء ومش على الاطفال يعني اذا لما كن فيه يعني ستة مليون بقى وصلوا الجزية للاثناشر مليون دينار فعمر بقى ليها فرصة انه يعني يزيد من مقدار الجزية يعني على حسب ما هو عايز شرهت نفسه عمر لهذه الملايين بعد ان رضي المصريون وتفعي ديناريني يعني الشخص القادر يعني طلب اكثر والمكني يذكر ان والي اخنى اخنى دي موجودة في الصين سأل عمر بقدر الجزية الواجبة على اهل مدينة اخنى فقال لو عمر يشير الى ركن الكنيسة لو اعطيتني من الركن الى السقف ما اخبرتك انما انتم خزانة لنا انكثر علينا اكثر عليكم انكففة عنا وكففة عنكم يعني احنا انتم الخزنة بتعنى انا مش حولك لا تدفع كده ده على حسب الظروف على حسب اللي يجي له من الخليفة عمر الخطاب والمهم هو يعني بعد كده الذي كان يبعث به عمر للخليفة عمر الخطاب ثم الخليفة عثمان ابن عفان لم يكفي عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان كان فاسد جدا فراح عازل عمر وبعت اخوه من الرضاع فاخوه من الرضاع ديه بقى زاد من الجزية وبعد ما كان بتدفع 12 مليون اصبحت 14 مليون وعثمان بقى بعاير عمر بن العاص فقال له شوف احنا بقى جبنا كام فقال له يعني قوله ان الابلة او البقرة درت خيرا من درها الاول فقال له ولكنكم اجعتم الفصيل يعني الناقة ما بعتبره ما الصداقة جابت اكتر بعد لما انتسبتها قال له اه بس انتو جوعت ابنه شكرا احباتي وعليكم السلام شكرا